الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار تعمير المعرفة بلغة الضاد هذا هو المقطع الخامس في تاريخ الفكر الإقصادي وهو مخصص للفكر الإقصادي في خلال فترة الإخطاع Economic Thought and Feudalism أرجو أن يكون فيه الفائل العظمى لكم أحبة الطلب والمتابعين لهذا القناة التعليمي حيثما كنتم على بركة الله يعد أحد الإقطاع Feudalism بما فيه من تنظيم سياسي واجتماعي وممارسة إنتاجية بأنه الأساس الذي قامت عليه العقيدة المركينتالية وأرجو أن أؤكد على ذلك لما بميزها الآن لأن هذا الإقطاع كان الأساس الفكري للعقيدة المركينتالية أو مركينتاليزم ثم الرأس مالية الوسيطة والمتقدمة المقصود فيها الآن المتقدمة هي الرأس مالية الحديثة وأرجو أن لا يغيب ذلك عن ذهن الطالب المتابع الآن يحمل مفهوم الإقطاع من ناحية تاريخية التي يسميها بعض المؤرخين الإقطاعية التاريخية historical feudalism فقط ينظروا إلى البعد التاريخي هذا الآن الإقطاع يحمل معاني أو حالات مختلفة لأشخاص مختلفين فهناك من يحصر المفهوم بالعلاقة التراتبية أو ما يسمى hierarchical relationship بين السيد مالك الأرض الإقطاعي ومتضمن الأرض بثال وهناك من يقصد بها النمط الإنتاجي الآن لابد من إدراك حقيقة مفهدها أن أوروبا عصر الإقطاع أوروبا في ذلك العصر المظلم لم تكن خاضعة بالدرجة ذاتها للتنظيم الإقطاعي فقد تفاوتت درجة حكم الإقطاع بين الممالك الأوروبية كان الإقطاع محصورا في العلاقات الاجتماعية الريفية هنا العلاقات الاجتماعية الريفية في أوروبا القنون المصرى ولم تكن المدن الرئيسية خاضعة لمثل هذه التنظيمات إلا بمدى بسيط جدا فكانت الحواضر المدينة متحررة إلى حد ما من ربقة الإقطاع لكنها اعتاشت بالوقت ذاته إلى حد كبير على الإنتاج الإقطاعي لأنها عملت على تصريفه وعملت بشكل مباشر على تصريف هذا الإنتاج مهم جدا أنه أحبت الطلب المتابعين أن يعوى هذه الحقيقة على الأقل التاريخية كما ذكرت الملونات التاريخية يعوز ذلك إلى أن التنظيم الحضري في أوروبا العصور الوسطى قد جعل من المدينة دولة بذاتها أو ما يسمى تاريخيا المدينة الدولة اللي هي سيت ستيت يعني بالمناسبة هنا معظم العواصم العربية أو المدن العربية الكبرى كانت سيت ستيت الموصن كانت دولة دمشق كانت دولة حلب كانت دولة القاهرة بذاتها كانت دولة وما شابه يعني ومنها هذه المدينة الدولة صدر فائض الإنتاج الإقطاعي إلى المدن أو الدول المجاورة أو إلى الدول خارج الإقليم الأوروبي ومثال على هذه المدن اللي هي جنوة في جنوب إيطاليا والمدن إيطالية المطلة على البحر المتوسط وتشابكها مع دول الحوض الجنوية والشرقية بمعنى آخر كان الآن هذا الفائض الإنتاج فائض الإنتاج الإقطاعي يذهب إلى شمال أفريقيا وإلى شرق البحر المتوسط من جنوة والمدن الإيطالية المطلة على البحر نتابع أن تكونت التراتبية السياسية الاجتماعية الاتصادي للطاعة على نحو التالي وهنا من أهم الأفكار التي يجب أن لا تغيب عن دهن الطالب المتابع التراتبية الإقطاعية الباب اللي هي يعني باب الكنيسة باعتباره كما كان سائنا في أوروبا في تلك الأيام باعتباره ممثل الرب في ملكه وهو الرمز الروحي للكل يأتي بعد ذلك الملك The Monarch وهو المالك الأكبر الذي يمنح من هو تحته ما شاء من طبقة يعني ما شاء طبعا ثم طبقة النبلاء الآن هذا الملك يمنح ما شاء من أراضي من عقارات ومن مال وهكذا ثم تأتي بعد الملك طبقة النبلاء ومستأجروا ثم مستأجروا الأرض بس هذا المستأجرين هؤلاء المستأجرون الآن يعني كانت علاقتهم كانت علاقتهم جيد جدا مع النبلاء يستأجروا الأرض ويوظفوا عليها كثير من الناس من أجل أنهم يعني حققوا أرباح طيلة لكن فيه يعني أتوات وضرائب وهدايا لن نبلأ من هؤلاء المستأجرين هؤلاء المستأجرون الأرض المسؤولون عن ترتيب العمل ورأس المال ثم يأتي بعدهم الفرسان نايتس المناط بهم حماية الكل ثم بعد الفرسان تأتي طبقة المحنيين ما يسمى الأرتزن هذه الطبقة التي قد يحتاج إليها الإقطاع في تصليح الآلات الزراعية البداية وما جمع ثم يأتي المزارعون لهم مفنيوا الزراعة ثم التجار المناط بهم عملية التسويق وأخيرا الأقنان باللغة العربية أقنهم العبيد أو عمال السخرة فالأقنان والفلاحون العاملون على الأرض هذا الآن هي الترتيب في هذا النظام يفوض الملك عفوا البابا يفوض الملك يعني العلاقة الآن كأنما البابا حسب المعتقد بأنه ممثل الرب في ملكه كما ذكرت هنا فهذا البابا يفوض الملك بالأرض تفويضا ربانيا يعني ليس هناك أي شخص يستطيع أن يتساءل عن هذا التفويض خلاص انتهى الأمر من البابا إلى الملك تفويضا ربانيا ثم يمنح الملك الأرض للنبلاء ويمنح النبلاء الأرض لمستأجري الأرض مقابل أتوات معينة ويدفع مستأجري الأرض للفرسان كي يضمن الحماية إلى أن نصل إلى المستوىات الدنيا من التراتبية حيث يحصل الفرد هذا أدنى مستوى الآن من التراتبية هذه الاقتصارية أو الاجتماعية يحصل الفرد أو العائلة على ما يقيم به أو دوء ويقيمه حيا فقط لا غير أكل شربا ناما يعني هذا لسان حال الإخطاء يعني وكي نتابع الآن هذا الألهم أو المثلث يبين التراتبية كما ذكرت قبل قليل البابا الكنيسة هذا يعني هو مندوب الرب أستغفر العظيم في الأرض هذا البابا الآن يمنح الملك دعني الآن أوضحها بطريقة أفضل اختار اللون الأحمر يمنح البابا يمنح الملك ويفوضه يفوض الفوية ربانية بالأرض الملك يعطي للنبلاء لأنه أقاربه أصدقاءه وما شابه يعني أو من القبائل النافذة المتنفذة هؤلاء الآن يعطوا مستجري الأراضي مستجري الأرض بيجيب الترتيب الثالث بعد يعني الملك رقم واحد هنا طبعا رقم واحد لكنه قليل التدخل لكن رقم واحد هنا مجازا لكن اثنين ثلاثة هذا الرابع أما هذا ترتيب الثالث بحيث يعني التعامل الدنيوي مستجري الأرض وهؤلاء يستأجر الفرسان وكذلك الأمر مستأجر الأرض يستأجر المهن المزارع ويتعامل مع التاجر وكذلك الأمر الآن هؤلاء المستأجرون يوظفوا الأقنان اللي هم العبيد بالسخرة أو العمال السخرة ثم الفلاحين فلاحظوا التراتبية الاجتماعية ونمط الانتاج السائد في تلك الأيام نتابع استخدم المؤرخون مصطلح العزبية من عزبة العزبية أو المزرعية منورياليزم أي شيء يتعلق بالمزرعة لكنها مزرعة كبيرة يعني هذه الكلمة مشتقة من عزبة أو مزرعة يمتلكها نبيل أو اقطاع هؤلاء من النوبلز أو الاقطاع الفيوداليز للتدليل على الفلسفة الاقتصالية الاجتماعية التي سادت في أوروبا خلال عصر الاقطاع وفي إطار التراتبية الاقطاعية يمنح مالك الأرض الزراعية العزبة طبعا هذه العزبة واسعة نسبيا هذا الآن مالك الأرض مالك العزبة يعني يمنح الفلاحين مكانا يعيشون فيه وقطعة قليلة المساحة مقابل العمل المجاني لديه في زراعة الأرض الواسعة التي يملكها وأجور حد الكفاف كان يعطيهم فقط ما يقيم بهم أودهم فقط بعنى آخر أكل شريم كما ذكر وكان على الفلاحين دفع الضرائب على المنتج الزراعي الذي يحصل عليهم من زراعتهم لقطعة الأرض البسيطة الممنوحة لهم من السيد الإقطاعي فلنلاحظ هذا الكلام مهم جدا فيه فهم عصر الإقطاع والنمط الزراعي والنمط الإنتاجي كذلك الآمر بالنسبة للتراتبية الاجتماعية والسياسية نكمل يمكن قول بأن المدن خاصة الكبرى والحواظر البحرية عملت بالوكالة عن إقطاعي الريف في تصريف ماذا؟ تصريف الإنتاج القطاع الإقطاعي اللي هو فائد الإنتاج من الزراعة طبعا من أجل كسب الربح والتوسع به ممكنها هاي الآن الحواظر المدينية مثل جنوة مثل المدن الإيطالي المطلة على البحر وبعض المدن في إسبانيا وما شاء في هذا السياق يقول المؤرخ هيلتون وهو من أشهر المؤرخين الذين كتبوا عن الإقطاع يقول بأن العناء من أجل الريع كان المحرك الرئيس على الأسياد من أجل زيادة الأجور اللي بحصر عليها والأسياد يضغط على الفلاحية من أجل زيادة الإنتاجية يضغط الأسياد كي ترتفع الإنتاجية كما ذكرت طبعا قليل الإنتاجية من أجل زيادة فائد الإنتاج ثم زيادة حجم الريع اللي هو طبعا الربح الذي يتعقق من غير جهد إنتاجي من قبلهم فقط لأنهم مالكون على أمل الحصول على أجور أعلى من حد أجر الكفاف ما يسمى subsistence wage يعني هذا الأجر subsistence wage هو الذي فقط يكفي الإنسان كي يبقى على قيل الحياة فقط وقد تحقق التوسع في الإنتاج القطاعي بناء على إنتاج سلع زراعي بسيطة ونتيجة للطور والتوسع الكبير في التجارة الدولية خاصة في حوض المتوسط ومرحلة التصنيع التقدمة التي وصل إلى فلندرز هؤلاء فلندرز جزء من بلجيك الآن توسعت المدن مثل جنوة وزاد تعقيد شبكة الإقطاع وعلاقته بالمدن الكبرى ثم بالدول الكبرى خارج الإقليم الأوروبي نكمل لكن لم تستقم الأمور كما تمنى هالأسياد الإقطاعيون ففي السنوات الأولى من حقبة 1300 أخذت الأحوال منحا المتدهور بخاصة في حجم الأرباح التي تراكمت الإقطاعيين وحدوث بعض المجاعات التي أخذت بالانتشار السريع في بعض الممالك الأوروبية نتيجة لتأخر الموسم المطري مؤدية بذلك طبعا إلى أوبئة وأمراض لم تكن معهودة من قبل سبحان الله ونتيجة لذلك أخذ الفلاحون بالتمرد على الأسياد الإقطاعيين في كثير الممالك الأوروبية وتثاقمت المشاكل في الدول الأوروبية ومع دخول الدول الأوروبية الحرب في المشرق العربي حروب الصريبية طبعا بدأت طبعا دخولها ولو متأخر يعني آخر حملي كانت 1271 فبدأت معاناة الممولين والتجار في المدن التي اعتمرت على الإنتاج الإقطاعي نتيجة لخسارة الأسواق والأموال التي استثمروها في بناء شبكة تجارة وبالتالي دخل نظام الإقطاع في أزمة حقيقية شأن في ذلك شأن أي نظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مع الأيام نتيجة تأخذ هذه المنظومات الاجتماعية والسياسية بالتدهور أو بالانحلال أو بالتغير لم يتمكن نظام الإقطاع من تحفيز أو إجبار الأقنان اللي هم يعني العبيد بالسخرة أو العمال بالسخرة ولا الفلاحين على زيادة الانتاجية التي رغبوا بها وبالوقت نفسه لم يتمكن أسياد من إزاحة الفلاحين من النظام لأنه يعتمد عليهم بالمطلق ولم يتمكن الفلاحون من البقاء من غير الأرض لأنها مصدر لزقهم إذن يعني باعتمدوا على بعضهم بشكل عضوي لكن سبحان الله يعني أخذ النظام بالتحلل باعتبارات موضوعية تاريخية ترسخت هذه الحالة نتيجة لمصادرة الدولة كل الفائض الذي يتحقق لصالح الأقنان والفلاحين أذكركم الأقنان هم العمال بالسخرة الفقراء الذين كانوا يستعبدوا إذن كل فائض يتحقق لصالح الإقنان بواسط الضرائب بمعنى آخر السلطة سلطة الملك والنبلاء وأصحاب المصالح السياسية القوية أخذوا بفرض الضرائب طبعا إضافة إلى تقلب الأمزجة والحاجة هذه الحالة ترسخت عن مصادرة الدولة كل الفائض ما نتج عنه في نهاية المطاف زيادة في قوة الطبق الحاكمة في المجتمعات الإقطاعية أما الإقطاعيون فقد زاد الحافظ لديهم كي لا يرتفع فائض الانتاج نحضوا لي لا يرتفع لا يرتفع خوفا من تعسف الطبق الحاكمة وإمكانية مصادرة يعني المحصول الفائض بالنسبة للإستثمار أدى خوف الإقطاعيين من تعسف الطبق الحاكمة وإمكانية مصادرة المحصول وزيادة الضرائب والحروب الصليمية التي خلص الممالك الأوروبية خلال تلك الفترة إلى تراقي نزعة الإقطاعيين أنفسهم نحو العزوف يعني الامتناع مقصود بها نحو العزوف أو الامتناع عن الاستثمار في الأراضي سبحان الله هذه الحالة تشبه حالة القطاع الزراعي وحالة الفلاحيين قبل مائة عام بجزء بالأردن والمنطقة العربية بأن يعني هناك كان أصحاب الحيازات الواسعة كانوا فقط بهمهم الربح تحقيق الربح وفائض الربح ولم يستثمروا في الأرض فكان طبعا علاقة الفلاح مع مالك الأرض علاقة الحصاد علاقة الحراس وما شابه كانت علاقة يعني ليست إنسانية بالمعنى اللي متعارفين عليه بالأيام هذه أوكي تابع نتج عن هذه الأحوال تحلل التربة وانخفاض انتاجيتها وبالتالي كانت علاقة السيد بالفلاح متوترة في معظم الأحيان وبعيدة عن أنسنة الإنتاج والتوزيع بعيدة عن أنسنة بمعنى الآخر العلاقة لم تكن إنسانية في مساء الإنتاج وما شابه نعلم نتابع الآن أخذت أوضاع الفلاحين بالتدهور التدريجي حتى مع قلة الضغط الذي مارسه الإقطاعيون عليهم أو ما يسمى عرفا عند مؤرخين في الاقتصادي انخفاض مطالب السيد الإقطاعي الآن المطالب كان السيد الإقطاعي يطلب من كل من هو تحته من الأقنان والفلاحين والفنيين وما شابه يجب علينا أن يجب عليكم أن تقوموا بزيادة الإنتاج حتى أرباحي تزداد وكان طبعا في شيء اجتماعي سأذكر بعد قليل كيف العلاقة الاجتماعية الأسرية كانت مدمرة فهذه المطالب مع قلة الضغط التي مارسها الإقطاعيون لكن شجع مستجرون الأرض توسع الطبق الحاكم هؤلاء بواسطة ما سمه المؤرقون الإقطاع بالباطن سب انفودييشن هاي مصطلح مهم جدا أنه يعني بكون الآن هذا النبيل النبيل بعطي مستأجر الأرض الأرض يعني بمنحه الأرض أو بأجر إياها هذا الآن يكون إلو أزلام وعصابات حتى أنهم يضغطوا على المسارعين والأقنان والفنيين يزيدوا الإنتاج فهاي بسموها يعني سماها المؤرخون هذه الحالة إلو هذا المستأجر بكون إلو أزلام وعصابات تمروا بأمره بسموها سب انفودييشن لأنه كان يستخدمهم للضغط على المساكين من فقراء والأقنان والفلاحين والفنيين وما شابه نكمل الآن وصل الجش على الإقطاعيين ومن يرعاهم من النبلاء إلى الاعتداء على الغابات بالتقطيع والزراعة الهامشية وما أدى إلى خسائر فادحة بأوروبا كلها جراء تقطيع الغابات أو ما يسمى بديفورستيشن تقطيع الغابات الجائر كمان وزراعة الأراضي الهامشية الهامشية التي انتاجيتها قليل جدا نتجه عنه الكثير من حالات غرق الأراضي الزراعية وخسارة المحصول وزيارة الضغط على الفلاحين والأقنان باختصار كانت أوروبا تعيش في ضلام فكري دامس وكانت الكنيسة تعاقب كل من يخالف تعاليمها ونظرتها عن العالم في تلك البترة واستبدت بالأوروبيين قوانين وأعراف الإقطاع وما نتج عنها من نظام اجتماعي قسم البشر بين أسياد وأقنان بين الأسياد والعبيد يعني بلغتنا المعاصرة وكان الأقنان يعملون في أراضي الإقطاعيين أسياد مقابل الحماية والطعام الذي يوفرهم فقط الأسياد ومن جملة الممارسات وأرجو الانتباه إلى ذلك يعني حتى نلحظ الظلم الذي كان واقع على الطبقات الدنيا من جملة الممارسات والمعتقدات الإقطاعية التي سادت في تلك الحقبة ما يطلق عليه حق الليلة الأولى برايمان نوكتا أو درويد دويسي نور بالفرنسي هذه لاتينية وهذه مصطرح فرنسي يشير إلى ماذا هذا الحق حق الإقطاعي من خلاله يمارس حق ممارسة شهوته الجنسية مع عروس القن قبل زواجها من القن نفسه أو يعني من العامل بالسخرة لحظوا الظلم والتعسف وكان بيستعملوا روث الأغنام لمنع الحمل حتى لا يتهم الإقطاعي بأن أبناؤه يعني غير شرعيين فكانوا يستخدموا روث الأغنام لمنع الحمل أوكي انتشرت بين طبقة الملوك والإقطاعيين وعلى وجه الخصوص في إنجلترا بريطانيا يعني عادات ممارسة الجنس مع العشيقات من غير الزوجات وتذكر بعض المدونات التاريخية بأن ملك إنجلترا هنوري الأول قد بالغ في هذه الممارسة إلى حد بالغ عنده عدد الأولاد والبنات غير الشرعيين أكثر من عشرين وقد أجبرت واحد من بناته غير الشرعيات وكان اسمها جوليانا أن تلقي بنفسها من سور القلعة في خندق مريء بالماء المتختر من شدة البرد في شباط من عام 1119 وحينها كانت لا تلبس إلا ثوبا رقيقا لم يحمها من الموت المؤكد في ذلك الزمهرير وهذا بعطينا مؤشر عن الظلم والتعسف والجنون السياسي الذي كان يمارسه الإقطاعيون والحكام الضرر كان هذا الملك نفسه من أعطى أوامرا لجنوده وقال جيشه أن ينزل عقوبة القتل أو سمل العيون put out the eyes سمل العيون كما مارسها بعض الخلفاء المسلمين بعد معاوية وكانوا يجدعوا الأنف حتى أنه يعني يميزوا العاصي من الموالي كل من يعارضه كان يتعارض إما لسم العيون أو أنه يجدعوا أنفه أو يقتلوا حسب يعني شدة المعارضة وبتلاحظوا كيف سبحان الله الظلم الذي كان سائدا في تلك الفترة المظلمة نستمجم ما سبق بأن النظام الإنتاجي في القناع قد اعتمد على استغلال طبقة الفلاحيين والأقنان وأدى إلى إضعاف وتحلل التربة الزراعية في معلومة مقضاعيات أوروبا وزيارة حالات الجوع ثم انتشار الأوبئة ودخول النظام برمته في أزمة وجودية أدت إلى تراخ قبضته وبداية اضمحلاله بحلول العام 1500 يعني بتحكي الآن مع نهايات القرن الرابع عشر لم يتمكن نظام الإقضاع من الاستمرار كما كان عليه خلال القرون الأولى منذ نشأته وعلى الرغم من توفر بعض الحول التي كان من الممكن أن تبقيه ولو بصفة مؤقته إلا أن أحلاها كان مزعجا لوجوده ومنها الاستمرار في التمدد نحو الأراضي الهامشية ومواجهة خطر الفياضرات بسبب التقطيع الجائد الغابات وكان آخرها التمدد الحضري هنا الآن المدن تمددها على حساب الرقعة الزراعية أدى إلى الخفاض يعني العائد الرئي للإخطاء وزيارة طبعا المتدد الإخطاع لكن التمدد الحضري جاء على حساب الرقعة الزراعية التي توافر كما ذكرت في السنوات القريبة من هذه الطورات المضاد للإخطاء نمت قوى العمل غير الزراعية لاحظ قوى العمل غير الزراعية لأن كل النظام الإخطاء كان يعتمد على الزراعة لكن نتيجة الآن لتوسع المدن واكتشاف العالم الجديد الآن ومستعمرات أخرى نمأ قوى العمل غير الزراعية ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الزراعية زاد الطلب عليها وزادة ضغط على الأراضي المتاحة وزيادة النزعة التوسعية نحو أراضي جديدة لكن موارد الأرض قد أخذ بالنظوب نتيجة لما يزيد عن قرنين من استعمال جاء المياه والتربة وتقطيع الغابات والفيضانات والأوبئة الزراعية حتى والأوبئة التي أصابت كثير من البشر لم يستطع النظام أن يتماسك أمام الضغط السكاني وما أن وصل النظام إلى بدايات القرن الرابع عشر حتى كان الحطاط البيئي السيمة غالبة على الأراضي الزراعية وقد قدر من خفاظ في الانتاج الزراعية بمقدار الثل مع زيادة زيادة سكانية كبيرة الآن هذا هو نظام الإقطاع كما نراحظ هنا نظام الإقطاع سلعة زراعية بسيطة العمال لا يتلقوا إلا أجول الكفاف نتيجة للتقطيع الجاء للغابات انحطاط بيئوي هذا الآن أدى إلى فياضانات مع أوبئة أمراض ومجاعات وأخيرا ضعف النظام ثم إضمحلاله بمعنى آخر لاحظوا كيف الآن تسلسل بالأحداث لكن على مدار طبعا ثلاثة قرون الآن هذا الإقطاع في اليابان سبحان الله قليل من الأدبيات العربية تتحدث عنه ومن الجميل أن نذكره بين أيديكم وخلال دقيقين ننتهي من هذا العرض يعود تاريخ الإقطاع في اليابان إلى الفترة التي ساد فيها الإقطاع في أوروبا سبحان الله نفس الفترة تقريبا وانتهى بعد نهاية الإقطاع في أوروبا لكن لم يدعي أي مؤرخ لم يدعي أي مؤرخ حتى تاريخه حتى هذه اللحظة بأن تزام النظامي الإقطاع الأوروبا واليابان قد نتج عن ظاهرة الانتشار الثقافي أو ما يسمى يعني لم يكن هناك تواصل بين المشرق والمغرب بين أوروبا من جهة واليابان لأنها كانت بعيدة جدا جدا فيما ندر نسمع عن يعني تواصل ممكن رحلة ماركو بولو وأرجو أنه لمن يرغب أن يذهب إلى الشبكة الانكوبوتية ويضغط على البحث على رحلة ماركو بولو من أوروبا إلى الصين فربما لكن لم يدعي أي مؤرخ بأن يعني وجود نظام مشابه للإقطاع في اليابان البعيد جدا عن أوروبا نتج عن إشي اسمه الانتشار الثقافي أي بمعنى آخذ اختلاط بين الناس ومن اليابان بل يجمع المؤرخون الذين قرأت لهم أنا شخصيا بأن اتزام لم يكن إلا محظو صدفة ينحصر عهد الإقطاع الأول في اليابان حسب المدونات التاريخية سبحان الله تقريبا بالفترة نفسها الأوروبية 1185 إلى 1603 لكن ممارسته حسب بعض المدونات تعود إلى قرون أبعد في الماضي ولو بشكل أقل ظهور وانحصرت الممارسة الإقطاعية في العلاقة بين مالكي الأرض ومستأجريها مقابل ماذا ليس أكل الشربان مقابل خدمة العسكرية من مستأجر الأرض نحو المالك والولاء للسير الإقطاعي إذن يعني هنا الآن العلاقة ليس من أجل أكل وشرب لها مقابل أنك تخدم معايا عسكريا يعني مالك الأرض الإقطاعي في اليابان كان يطلب من اللي بيشتغلوا معايا أنهم يكون ولائهم له ويخدموا عسكريا معايا هذا الآن لاحظوا لي الشريحة قبل الأخيرة أنه الشوغن هؤلاء هم الذين يصدرون الأمر العسكري بتفويض الحياة الزراعي لني للشوغن هؤلاء الشوغن هم التابعون الموالون هنا في خطأ طباعي الموالون والآن هؤلاء الموالون أو التابعون بيستأجروا يستأجروا أشخاص معينة مجموعة من أشخاص اسم الجيتو حتى يديروا الأرض الزراعية وهؤلاء الآن الجيتو يأتوا بمجموعة من الفرسان نسمهم الشوغو بلغة اليابان حتى يربطوا العلاقة ويمنعوا القتل والسفك والذبح وما شابه يعني خلنا يحافظوا على السلم بين الناس إذن الشوغن رقم واحد الشون رقم اثنين رقم ثلاث الجيتو أربعة اللي هو الشوغو هاي الآن العلاقة يعني التراتبية الآن نظام نقطع في اليابان وهو آخر يعني ما نتحدث عنه في هذا السياق الإمبراطور كانت يعني سلطة رمزية كان الشوغن هم العسكر وأرجو أن ترجعوا لكتابي تاريخ الفكر الاقتصادي من العصر الهيليني إلى الوقت الحاضر الجزء الأول دار وائل عمان الأردن لأنه يتحدث عن هذه التفاصيل ب يعني دقة أكثر مما هي لكن الإمبراطور الشوغن دوميو ساموراي المقاتلون المسارعون من الأكبر عدد طبعا الطبق الدنيا لأنهم لا ينتجون شيئا إلا هم التجار أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائد لكم جميعا أحبة الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب